بسم الله الرحمن الرحيم نشرح موضوع المساحات او المساحة غير المنتظمة احنا حكينا نشرح الموضوع في الفيديو السابق موضوع المساحة المنتظمة كانت عن طريق المثلثات حس عندي طرق اخرى لما مساحات غير منتظمة ومساحات منتظمة في عندي ادو الطرق راح نستخدمها سابقا سنشرح المساحة من الاحداثيات طريقة جديدة علينا او اسم الضائف المساحة عندي مثلا قطرة ارض انا كمساح اه معي من خطط او بدي ابين حدود قطعة ارض الي او بدي احسب مساحة قطعة ارض معينة عندي تمام هذه النقاط باخذي لها احداثيات ايكس awai واي هاي الاحداثيات الاتس و الواي من خلالها باعرف ل كل نقطة x y اكس و يكس و يكون من خلال المساحة من إحداثيات أو ضعف المساحة من خلال قانون خاص لها أولا ننتبه هذه الشغلة لو لم أعطني هذا الشكل ولم أعطني هذا الجدول سأعرف أحل حالي سأعرف أحل حالي الآن في السؤال قال لي عندي X على Y ماذا تعني X على Y؟ يعني بيقول لي إحداثي هذا مثلا النقطة إيه؟ 2 على 2 يعني بيقول لي Y قيمتها 2 والX قيمتها 2 النقطة B يعني Y قيمتها 4 والX قيمتها 3 وهكذا شرط أساسي في هاي الطريقة أني أحدد نقطة بداية ونقطة نهاية واحد نقطة بداية ونقطة نهاية وشرط كمان أن تكون نقطة النهاية نفس البداية نصر عندي شرطين أول إيه شرط نهاية وبداية البداية نفس النهاية شو يعني؟ يعني بدي أبلش من النقطة A وبدي أنهف وين؟ بدي أنهف النقطة A كمان عشان أحسب الشكل كامل للمغلق طيب باش بحكي بدا مش هي كمان A B C D حوصل ثان عشان أقدر أحسب على الإحداثيات البداية نفس النهاية برجع بحط كمان مرة A برجع بحط كمان مرة A هاي حطت A طيب بس اللي هجأ فرق المعلومات اللي هيندي بقول لي نقطة A إلها X Y الـ X إلها هي 2 والـ Y 2 طيب الـ B الـ X إلها 3 هاي حسب ايش معطيني هوا 3 4 C خمسة مع ستة D 6 مع واحد ايش أخذها لها ايش الـ A هاي نفس النهاية بحط كمان مرة بدي أحل السؤال تجد المساحة طيب القانون ايش بقول لي بقول لي 2 ايه يعني النقطة البداية حكينا 2 ايه هاي عشان ايه و ايه طيب بعدين ايش بقول لي بقول لي X واحد مع Y و مع Y اتنين X واحد مع Y اتنين زائد X اتنين يعني هي X ب مع Y ثلاث زائد X ثلاث مع Y أربعة زائد X أربعة مع Y خمسة ايها باخد المجموع هاي مجموع مجموع حذول ناقص ناقص Y واحد يعني شغل تبادلية ضرب X اثنين Y اثنين X ثلاث Y ثلاث X أربعة Y أربعة X خمسة هاي القانون ذا اللي بيحتمي يحفظ القوانين خلاص ما بتحتاج بداية الأول مع الثاني الثاني مع الثالث الثالث مع الرابع بأخذ المجموع لذن العكس الآن لازم يكون لدي قيمة مطلقة ليس لدي مساحة بالسالب لازم يكون لدي دائما قيمة مطلقة طيب نحكي اثنين ايه يساوي عندي قيمة مطلقة بجبكة اثنين في اربعة زائد ثلاث بستة زائد خمسة بواحد زائد ستة بثنين ناقص نحكي أثنين ثم نحكي أثنين بثلاث اهتم بالأولويات لكي أرى حاسبة لا تطيع المجموع جواب خطأ اهتم بالأقواس طيب و هاي نسكرنا كامل مطلقة رايي طلع معنا الجواب اثنين ايه تنساشتة اثنين اثنين ايه تساوي سالب واحد وعشرين مطلقة خلاص راحة السالب اثنين ايه تساوي تم المطلقة راحة شالة السالب صارت موجب واحد وعشرين الاريا تساوي عشر بوان اثنين متر مربع هاي موضوع الاحداثيات اللي لازم يجعله سؤال سؤال بعلامتين او سؤال اربع علامات طيب نشوف موضوع ثاني هاي سؤال ثاني على نفس الموضوع على نفس موضوع الاحداثيات سؤال سنوات طيب في سؤال هانا اول شي جابرني بي كذب لي بي شو يعني بي اجبرني اني ابلش من النقطة بي هاي اول اشي اجبرني اني ابلش من النقطة بي حكينا البداية نفس النهائي اذا اخر اشي راح نحط بي هاي انتهينا بعدين باجي طلح هانا قال لي الفوق اكس والتحت واي هاي كمان شغلة بدي انتبه هاي ثالث شغلة بشوف ايش المساحة اللي بدي اياها بنتبه هايش المساحة اللي بدي اياها وقال لي خلص كاملة مثلا بجوز بس تطلب مني بي سي دي اي ما هو انا بوصل الخط و بكملها ما في انت اي مشكلة طيب نبلش قال لي بدي ابلش في البي فانا بحكي بي سي دي اي اي بي ختمك فيها هاي اذا خلص وشان ما انسى دائما الطلاب الاغلى بنسى بحكي اتنين بي يساوي مطلقة علامة مطلقة طيب تعفر الاحداثيات في الجدول اكس اللي فوق بي يعني عشرين اربعين سي ستين خمسين مية بعشرين اربعين ثلاثين اربعين ثلاثين عشرة وعشرة بي برجة بكررها اربعين طيب خلاص صار موضوع بسيط بالنسبة انه يضرب بشكل بشكل قطري للجهة ثلاثين ثلاثين بنقسم مع بعض واخد الكلمة المطلقة يعني هساكد اخدها عشرين خمسين زائد ستين بعشرين زائد مية بتلفين زائد اربعين بعشرة زائد عشرة باربعين ها هذا الحد الاول ناقص هسا الحد الثاني اللي زي هيك القطر الثاني ها افتح قوس اربعين بستين زائد خمسين في مية زائد عشرين في اربعين زائد ثنتين بعشرة زائد عشرة بعشرين سكر القوس هاي خلصنا مجموع الوايا مع الاكس مجموع الاكسات مع الوايا اتنين بي ستطلع معي يساوي سالف اتنين سباتة 2700 سالف بوست قيمة مطلقة موجبة طيب بي لحالها كيف ستطلع معي المساحة لحالها ستطلع معي بوست بوست مجموع بمضاعد لحالة مجموع مجموع تطلع معي خلص الان بالمضاعد لحالة مجموع تطلع معي مجموع الجواب مجموع لحالة نظر في الفاقة مجموع حسب وانت بلشت في ايه? انت بلشت في ايه ؟ طب غلط! ليش غلط بي سي دي اي ولا السفحة فقط ها ؟ طب انت على brincه اي اساس بلشت من ايه ؟ اذا هو اجبره انت على ياساس بلشت من ايه ؟ حاصة ما بدي ياها المساح انا لا بديها على اساس بلشت فيها. يعني اني هيك اي كلها راح تروح لوت rep لو فانو بنتمع وليش هي على ايش المطلوب في السؤال وايش في اي نقطة اجبرنا ابلش ما اجبرنا انا منجل نقطة البدية حسب المطلوب طيب هاي خلاصنا موضوع الهدافيات وموضوع بسيط غالبا بيجي عليه في الامجحان طيب حس عندي الطرق غير دقيقة بالحساب موضوحها بسيط ناخد انه خمس طرق طريقة الطريقتين يعني الطريقة هاي غير دقيقة بالحساب طريقة اللي حذف والاضافة موضوع بسيط طريقة ايش بقول لي انا عندي مقطع مثلا نحكي مقطع من ارض المقطع هذا الارض له تضاريس معينة هاي التضاريس انا صعب مثلا اجيب المتر وابلش او شروق القياس ابلش اطلح كلة وانزل ما بقدر او اجي اطلع جبل وانزل جبل صعب هذا الموضوع او انزل ود فبقول لي باعرف المسافة التقريبية يعني باجي بشوف هاي مثلا انا عندي اخضاط ارض له تضاريس معينة ها باجي باحسب المسافة من هالنهان الوفقية وباحسب اكبر ارتفاع الليهان باحسب اكبر ارتفاع عندي طيب باجي بحكي بدي اخليه شكل بعرفه انا هاد الشكل بدي اخليه شكل بعرفه ايش اقرب شكل بمكان احسب احسب سريع احسب له سريع اقدر احسب مساحته او معروف طريق حساب مساحة باجي بحكي فيش عنده غير ايش المستطيل اقرب شكل باجي بحكي هيك هاي جبل هاي وادي وادي جبل وهكذا المساحة المساحة حكينا غير دقيقة وحكي هاي مثلا لغت هاي وهاي بتلغي هاي وهاي بتلغي هاي خلاص بعتبر انه هاي خلاص يعني صارك انه قطة مستطيل قطة ارض مستطيل تشكل الاريا تساوي قطة الارض مستطيلة اي في بي يعني تسعة في مثلا هاي واحد صانتي كانت شلتها صارت اربعة هاي الفكرة فقط يعني هاي كان باخد اكبر ارتفاع بقرب الشكل يعني بحكي هاي بتسد عن هاي هاي بتسد عن هاي هي طريقة غير دقيقة بس بتغنيدي يعني بتغضي الحاجة خلاص هاي هي هي انا وجدت المساحة هاي طريقة بصريطة الحذف والاضاثة طيب نيجي لطريقة متوسطة متوسط الارتفاعات طريقة متوسطة الارتفاعات هاي لازم الموضوحة في مادة في اللاب لازم تطبك في اللاب بس بسيء حتى الارتفاعاتICH نريد. نطبق لها في اللاب تكون اوضح في اللاب ثم يقول لي قانون بسيء قانون بسيء بسيء ايها المساحة تساوي أنا باجأي وحط أطوال أضلاع في اللاب اضلاع لطوله يعني مثلا عندي الجبل. بصير وخبرت ما طول هذا العمود انا بفرض هذه القطة الارض على اساس انها أعمدة وما تجري كل طول. هاي بصير تشكل ان ان تدريض سطح الأرض يعني انا عندي ارض مثلا هاي الهوريزنتن انا هنطالع 9 متر بعدين كملت 10 متر زاد عندي حدة الجبل بعدين صار عندي وادي قاعر بلشت قاعر بعدين اطلعت كمان لسبع هيك انا بشكل عندك تضريس الارض فبعرف انها الطول مثلا 9 متر ارتفاع 10 متر انا دجت هاي المساحة الهدف كل ياته باجاد المساحة لا يهمني كيف الشكل شكل غير منتظر كيف تجد المساحة قال لي اندي طريقة اسمه طريقة موسط الارتفاع القانون يقول المساحة تساوي مجموع اطوال الاطلاق الاعمدة 9 10 6 7 6 8 0 ما في اندي اي مشكل على عدد الاعمدة واحد هاي عدد الاعمدة 2 3 4 5 6 7 عشان هيك حكت لك 0 عمود فهاي الطريقة 0 بحسبه عمود في طول القطعة شو طول القطعة هاي فترة 3 3 فترة طول القطعة هي المسافة الارض او المسافة اللي بجدلها المساحة كاملة كم تساوي هاي 3 3 3 3 3 3 هي عندي 18 ما هي خلص تحققت لك الشروط اللي عندي بقدر احسب المساحة المساحة بتقول لي مجموع اطوال الاعمدة طيب 1 2 3 4 5 6 7 على 7 ضرب قديش طول القطع طول القطع قديش حكينا 18 اذا الارض ستطلع عندي 18.2 8 متر مربع هاي اوجد الارض ما في عندي اي مشكلة اي شكل ثاني او اجبرني على طريقة متوسط الارتفاعات احسب لي اياه يعني انا هاي المساحة هيك هاي تساوي المساحة هاي انا ضللتها 18.2 8 متر مربع ما لك كيف سوناها عملي اذا كنت تأخذك قيم انتسة في الحسابات فقط طيب نيجي للطريقة طريقة المربعات طريقة المربعات شو يعني يعني بيكون عندي رسم على ورق اشي مرسوم على ورق عندي دي شكلين هذا الشيء اما بتكون مساحة منطقة يعطيني عدد مربعات احنا نعرفوا الورقة ورقة الرسم تكون هيك مربعات ولها سكيل مربعات ولها سكيل معيز تمام بعرف بعرف انه مثلا هذا المربع لصغير الواحد في كل الرسمة تساوي واحد سنتيمتر مثلا ارتفاع وعرض بعرف هيك مثلا تمام فباجي بشوف عندي مثلا هيك رسمها انت الرسم هيك شو باجي بسوي بقول لي مساحة المنطقة هاي منطقة صار بقول لي مساحة المنطقة تساوي عدد المربعات باجي بعد مربع مربعات ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية تسع عشر احدا الى اخرين بانتبه للمربعات اللي زي هيك مربع مثلا هذا بس مار منه مار كامل منه بحسبه مربع مار فقط نصه مربع المساحة مار منها يدور شيء بسيط طيب المربع هاي مار من نصه بحسبه بعده مع عد المربعات حاليا عدد المربعات بعده مع عد مت المربعات مار داخل كل المنطقه نص المنطقه بخلام أقل من نص ما باخذ مربع ما باخدون بالعد طيب فطلع ماهون عشرين مربع عد المربعات مساحة المربع مارد cannes 1 cm يعني 1 cm تقلذ يعني 20 سنتيمتر مربع مثلا مساحة المنطقة طيب حسنا عندي مكياس رسم عشان اعرف المساحة على ارض الواقع لازم يكون لدي مكياس رسم انا ما وقدر ارسم سطح منطقة معينة مثلا على ورقة يعني 500 متر مربع كمساحة ما بقدر ارسم على ورقة انا بستخدم مكياس رسم بزنزر الرسم عشان تسعي الورقة عندي ما يفعله؟ الطول على الورقة على الطول على ارض الواقع الطول على الورقة على الطول على ارض الواقع طيب سانتي اي ضرب مقلوب من قياس الرسم مقلوب بقلب يعني كان من قياس الرسم 1 على 5000 فباقول له 5000 على واحد تربيع طيب خلصنا لا ما خلصنا قال لي سنتيمتر انا ما عندي مساحة في سنتيمتر لماذا تحسب على الارض على الارض الواقع تحسب مساحة بسنتيمتر مربع ما بيزبط معين فبدأ حولها من سنتيمتر مربع ل متر مربع طب كيف تحول اخذناها نرجع هنا نحكي احنا واحد سنتيمتر متر واحد متر بعطيني مئة سنتيمتر مئة سنتيمتر أسف طيب واحد متر مربع بعطيني قديش عشر تلاف سنتيمتر مربع طيب انا احفظ الرقم يعني بدي واحد سنتيمتر مربع كم كم متر مربع عشرة قوة سالة باربع اذا احفظ الرقم اذا كان عندي بسنتيمتر بضرب يعني بحكي مساحة المساحة تساوي عدد المربعات ضرب مقلوب من كاس الرسم تربية عدد المربعات مساحة المربع مقلوب من كاس الرسم مقلوب الرسم من كاس الرسم تربية مساحة المربع كان سنتيمتر مربع فضرب عشرة قوة سالة باربع خلاص انا اجعل اي سؤال طيب الموضوع الثاني على طريق مساحة منطقة مخطط اللي هي معطيني مخطط كامل طيب ما يعني مخطط كامل؟ أنا رحني قال لي لا بدية تعدلي لمدة مربعات ولا بدية تعدلي مساحة المربع الواحد خلاص كان هكرا يريحني قال لي ما بدية تحسبلي عدد مربعات ولا بدي تحسبلي مساحة المربع الواحد أنا معطيك حسابات جاهز خطة كامل انت فقط أو جد المساحة على أرض الواقع هذا المطلوب منك مساحة المنطقة يساوي مساحة المخطط ضرب مقلوب مقياس الرسم يعني كان واحد على خمس تلاف تصير خمس تلاف تربيع المساحة المخطط ضرب مقياس الرسم اعطاني مقياس الرسم نقطتين يعني واحد الى الفين يعني هي عبارة واحد على الفين نفس الاشي ها هي مقياس الرسم واحد الى الفين نفسها واحد على الفين هيك بمقياس الرسم طيب هي قال لي ايش اللي هي مساحة المخطط المرسوم 16 سنتيمتر مربع فان المساحة الارض يساوي طيب عندي قانون بيقولي المساحة الى الارض ارض تساوي مساحة المخطط مساحة المخطط قديش صيحة 16 سنتيمتر مربع طيب ايش كمان ضرب مقلوب مقياس الرسم هاي مقياس الرسم واحد على الفين مقلوبه يعني الفين على واحد تربيع هيك القانون بيقولي طيب شو صف عندي سنتيمتر انا ما بدي سنتيمتر مساحة ارض على ارض اها على الارض بديها بالمتر مربع واضربها في عشرة قوة سالب اربعة بيطلع معي المساحة بمقدار ستة الاف واربعمائة متر مربع هذا سؤال بتكرر بشكل دائم في امتحان الميت هاي خلصنا بعض الطرق البسيطة هاي طريقة مهمة يعني بيجي على سؤال بحلانتين تلاث هاي طريقة هسه بنعرف ايش كيف نفرق بينها وبين طرق ثاني طيب هاي خلصنا هاي خلصنا الطريقة اصبال عندي اهم طريقتين في هذا الموضوع هي طريقة سيمون وطريقة هدل الطريقة الرابعة هي طريقة سيمسون والخامس هي طريقة هدل طريقة سيمسون هي طريقة بسيطة حسب القانون على قانون معين نمش عليها طيب هسه الها شرط شرطين قبل ما نبلش او نحسب المساحة نفس فكرة المتوسط الارتفاعات في موضوع الاعمدة والفترات طيب شرط الاول انه يكون عدد الاقسام زوجي طيب عدد الاقسام زوجي لحاله يعني راح يكون عدد الاعمدة فردي اكيد شو يعني يعني عدد الاقسام زوجي عد هيقسم هيواحد هي اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة تمام اذا عدد الاقسام زوجي هي اول شرط تحقق واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة الاعمدة فردي مزبوط طيب اثنين ان يكون اطوال الاقسام متساوية شو الاطوال الاقسام اللي هي الفترات هيها بين كل عمود عمود متساويات نفس الطول على طول القطعة كاملة طيب على طول القطعة كاملة الاعمدة حكيان نفس الاشي حكيان بتاجد انا بدي اجد المساحة هاي انا كيف اجد هاي المساحة من خلال اقامة اعمدة واعرف طول كل عمود بعدين بوصل بناتين بعد تضاريس الارض صلح الارض تمام بعد ما عرف تضاريس صلح الارض بدي اعرف المساحة طب المساحة غير منتضمة بالنسبة الي كيز اجدها عن طريق سيمسون تحقق الشرطيا القانون باجع قانون القانون شو بيقول لي بيقول لي طول القسم على ثلاث تمام القسم ايش حكيانا هاي القسم هذا القسم هيك كله طول القطعة هذا الصغير بين عمودين هو طول القسم على ثلاث ضرب العمود الاول هو بحدد لي كيف بدي ابلش عد ها بقول لي اتجه هيك طيب لو ما احدد لي انا ببلش خلص من اليمين الى اليسار اذا هاي العمود اول قبل ما ببلش ببلش ايش ارقم الاعمدة هاي اثنين هاي ارقام الاعمدة هاي هاي رقمنا الاعمدة ماجي بقولي طول القسم على ثلاث ضرب العمود الاول قيمته قديش خمسة زايت العمود الاخير قيمته قديش ثلاث زاد اربع في مجموع الاعمل الزوجية شو الاعمل الزوجية مش الاطوال الزوجية الاعمل الزوجية يعني باجبعك هاي واحد هاي اثنين هاي عمود زوجي صح ثلاث فردي اربع هاي قيمته قديش سبعة خمسة فردي ستة زوجي قيمة العمود سبعة يعني باجد الارتفاعات عند الاعمل الزوجية اللي عدي هاي زوجي عدد زوجي عدد زوجي باخد قيمة الارتفاعات ضربة ربعة زايت مجموع الاعمل الفردي واحد ثلاثة اثنين ضرب مجموع هاي العمود الاول زايت العمود الاخير اذا بشرط في الاعمل الفردي لا تغضي الاول ولا الاخير طيب نيجي نشوف هاي شوار سنوات مطين الاطوال اول اش باجي بتأكد اقسام واحد اثنين ثلاثة اربع ستة مظبوط زوجي انت تكون الاطوال اقسام متساوية اه خلص كل هنا اثنين تمام بقدر احل باجي بقول له المساحة تساوي طول القسم بقول له اثنين على ثلاث في العمود الاول قديش خمسة زاد العمود الاخير قيمته طوله ارتفاعه نفس معنا ثلاث زاد اربعة افتح قوس مجموع العمود الزوجي هي اثنين اربعة ستة كمل اثنين كم ارتفاع اربعة زاد الاربعة كمل ارتفاع العمود الرابع كمل ارتفاع سبعة زاد ستة كمل ارتفاع كمان سبعة زاد اثنين مجموع الاحمد الفردية بدون الاول والاخير يعني واحدة استغنين عنه واثنين استغنين عنه الاخير طبعا جهي ثلاث كمل طول ثمانية خمسة كمل طول كمان ثمانية سكر القوس كله مضروب باثنين على ثلاث اذا تطلع مع المساحة تساوي اربعة سبين الف اربعة سبين الف اربعة سبين اسف اربعة سبين ستة وستة وستة متر مربع هاي متر مربع تمام هيك اوجدنا هاي المساحة موضحها بسيط على القانون لازم تحقق عندي شروط طيب هسه هو بحديده كيف على اي قانون او اي طريقة احل طيب نفرض انه كان عدد الاقسام زوجي شو بتسوي اذا كان عدد الاقسام زوجي شو بتسوي بقول لي تمام شو بتجي تسوي بقول لي بتخلي القطعة الارض فردية يعني بتخلي قطعة الارض عدد زوجي عدد زوجي واحد بتحسبه على قانون خاص يعني ان نشوف السؤال التالي ببين معي الحقيقة هاي سؤال بقول لي عد قال لي هو اجبرني على طريقة سيمسون واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة الشرط الاول تتحقق لا لا تتحقق باجي بشوف شرط الثاني خلص بسيب الشرط الاول بشوف شرط الثاني الفترات الاقسام متساوية او متساوية كل اثنين خلص بدي احل مشكلة العمود الزايد اندي او الفترة الزيادة او القسم الزايد شو باجي بسوي حكي انا بلغي واحد يعني بخلي ستة اقسام فقط تارقم هاي واحد انين ثلاث اربعة خمسة هاي ستة ستة اقسام صح هاي هيك ستة هاي سبعة هاي واحد قسم قسمين ثلاث اربعة خمسة هاي ستة اقسام سبعة اعمل ستة اقسام ثمان هاي هذا ايش لغيته هو هو المساحة كاملة من هاللحظ انا لغيته هاي معقد ان لغيته طيب هيك بقدر احساب على طريقة سيمسون بقدر احساب على طريقة سيمسون طيب حساب على طريقة سيمسون المساحة تساوي اثنين على طول القسم على ثلاث فيه الاول قديش ثمسة الاخير ثلاث زاد اربعة في العداد الزوجية العمل الزوجية قيمة العمل الزوجية اثنين يعني ها اربعة فيه اربعة وسبعة 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 هاي ستة اسف اه ستة بالعربي طيب وهي كمان سبعة زاد مجموعة الاعمل الفردية بدون نفس السؤال القابل بدون الاول والاخير يعني ثلاثة فهمت وثمانية وخمسة فهمت وكمان ثمانية بطلع معي الجواب هان نفس الشيء اربعة وسبعين بوينت ستة 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 متر مربع طيب انا اوجدت المساحة من وين من هال لهال فقط ضل عندي شكل ما اوجدت له المساحة نرجع الهسه نفهم شكله هان شوهنا نسوي حيث تضريس ارض يعني صعب تيجي نفس المشتوى كامل لا يكون فيه جبل او هضبة او ايش بسيط ما بقدر احسبه فبعت منتركت الحذف والاضافة كيف حذف الحذف والاضافة هاي اندي هذا جبل مثلا كان مع وادي فأنا بحكي خلاص وصله مع بعض يعني شيل هاي المنطقة الزايدة مع المنطقة هنا الفاضي خلاص يوصلته مع بعض تمام شو صار عندي شكل شكل منتظم الشكل منتظم انا بعرف احسبله بحاول اعرف احسبله ايش احسبله القيمة تابعته او مساحته صار عندي شكل طيب هاي الشكل هاي اتنين هاي خمسة وهاي ثلاث ارتفاع طيب شو هاي الشكل شبه منحرف هاي الشكل هوا شكل شبه منحرف كيف شبه؟ هاي شكل منحرف هاي قاعدتين هاي قاعدتين هاي ارتفاع قاعدتين مع ارتفاع هيك شبه منحرف طيب مساحة شبه المنحرف بقدر احسبها لازم اكون حظ القانون مساحة شبه المنحرف يساوي هاي القانون فوق تساوي نص في مجموعة القاعدتين والقاعدتين هاي خمسة ثلاث خمسة زائل ثلاث ضرب الارتفاع جديش؟ اتنين ارتفاع اتنين يعني نص في ثمانية في اتنين راتلا معي قديش؟ ثمانية اذا المساحة الكلية مساحة هذا الشكل اللي حسبته عن طريق سيمسون و المساحة الشكل الاخر اللي حسبته عن طريق عن طريق ايش؟ شبه المنحرف تتلع معي المساحة كاملة اربعة سيمسون اربعة سيمسون ستة زائل ثمانية و تتلع معي نينة ثمانين ستة 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 متر مربع هاي هيك حسبنا الشكل طيب لو انا مثلا ما بدي سيمسون بقدر احسب كل شكل على طريق ايش؟ شبه المنحرف على شبه المنحرف بس سيمسون سحلت علينا هاي اللي حل شبه المنحرف هاي خلصنا طريق السيمسون في الامتحان بحددلك اسم الطريقة ما حددلك انت بتحلع الطريقة الاسهل لك شوف طريقة ودل طريقة ودل اسهل وابسط وشروطه اقل عندي شرط واحد فقط انه تكون جميع الاطوال متساوية اطوال ايش؟ اطوال الاقسام يعني هاي كلها اثنين 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 كلها ثلاث 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 مثلا ثلاث و واحد ثلعت معي اثنين عادي بشو بس بجبه المنحرف بشيلها وبحسيبها على طريق شبه المنحرف لا يوجد اي مشكلة تمام؟ عند المساحة ايش تساوي ثلاثة على عشرة في طول القسم هذا القانون في مجموع اطوال الاعمدة الفردية اطوال ايش؟ الاعمدة الفردية ايش تساوي ايش تساوي ايش تساوي ايش تساوي ايش تساوي ثلاث عمود و فردي ايش تساوي ايش تساوي ايش تساوي ايش تساوي ماذا يعني؟ هذا لا تحسب ليه هذا لا تحسب ليه عد واحد اثنين ثلاث واحد عد واحد اثنين ثلاث هذا قيمة العمود باخر بعدين بلأ خلاص واحد اثنين خلاص ما معي مجال لعمود ثالث من استثنية الاول والاخير ها سبين معنا في الحل طيب نجي نحكي المساحة المساحات سؤال سنوات بقول لي ثلاثة على عشرة هي ثابت في طول القسم قدش هكينا اثنين اما كان بده تحويلات انا بحول بعد كنا بصانتي بخليها بالمتر وهكذا طيب ضرب في مجموعة اطوال العمل الفردية هاي العمل الفردية العمل الفردية واحد وثلاثة وخمسة وسبعة كم طول كل عمود هاي خمسة زاد ثمانية زاد ثلاث زاد ثلاث زاد ثلاث خمسة في مجموع اطوال العمل الزوجية 2 و 4 و 6 كم طول العمود هاي 4 زاد 7 زاد 7 طيب زاد هينكمل مجموع كل ثالث عمود حكينا بستثنية هام العد وبستثنية هام العد يعني ببلش ها ببلش عد هي واحد هي العمود الاول هي العمود الثاني هي العمود الثاني كم قيمته سبعة خلاص ها انتهينا فهن ببلش عد ايش من بعده هي واحد هي اثنين خلاص اه مستثن من العد خلاص عندي العمود ثاني خلاص عندي العمود ثاني خلاص عندي العمود ثاني من العد تبقى لا يوجد قيمة ساعة وستين بونت تلاف متر مربع طيب نوخل على حالة ايش عد العمود ثاني كانزهي واحد ها انتي مثلا مجموعة العمودة بداع ربس كيف فكرة ثالث كل عمود حكي لابستني الاول والاخير من العد واحد اثنين اثنين ثلاث تبقى ها هي ثالث العمود هذه الثالث العمود الثاني خلاص امتهيت منها اخض نظر ليسأل هذه واحد اثنين تبقى ثلاث ها هي ثالث العمود ثالث العمود سأخذ ثلاث العمود ثالثğini مستثمر أخذ قيمته لا يبدأ منه سأقوم بالنسبة لي ثلاث 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 فقط ثلاث 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 لان في المساحة بده يكون عندك ايش شوية شوية رياضيات بس. طيب بقول لي كومبيوت ده اعطاني مثلث. تمام? والمثلث عندي في عقبة نهر. المثلث في عندي عليه عقبة نهر. وعطاني احداثيات. قال لي بي احداثياتها. الف بالف. يعني اكس واي الف بالف. وقال لي احداثيات الف خمسمية مع ثمانية. احداثيات. قال لي اوجد لي احداثي ايه? قد يستطلع طيامتها. وفي عند عقبة نهر. ما احسن بها سريع. فماجي بتطلع واشوف شو عندي. عندي زوايا داخلية. هذا الموضوع رح يتعمق في وين? في موضوع شعرات الاستادية. يعني في مادة الفاينل. في مواضيع اللي اغلبها تشابه المثلثات وكيف اجد زوايا داخلية. تمام? بس بنوضع يعني احتياط. اعطاني زوايا داخلية وقعمل. فس انا بعرف. عشان اجد اي طول ضلع داخلي معي زوايا. ها. اما يكون معي زاويتين وضلع دائما. يكون معي زاويتين. وضلع. او ضلعين. وزاوية. كيف? عن طريق ساين الزاوية. يعني على الضلع المقابل. اهي المقابل هذا الزاوية. ها لك فهي مثلا ان اجدتنا الفا. مقابلها ايش. 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 او بي الضلع. وهكذا. انا بحاجة ايش. لازم اجد طول ضلع من هذه المثلث. كيف طول ضليل. بقدر عن طريق بمعنى احداثيات. بنرجع لرياضة التوجيه شوي كده طول قطعة مستقيمة. من خلال احداثيات. بقول لي طول قطعة مستقيمة. مثلا بي سي تساوي طول قطعة مستقيمة. بمعنى الاحداثيات. نكتب القانون. واي اثنين ناقص واي واحد تربيع زائد اكس اثنين ناقص اكس واحد تربيع. هاي من طرق يفي جديش. طول قطعة مستقيمة. من خلال الاحداثيات. طب هو اعطان احداثيات. بي سي تساوي جدر. واي اثنين قديش الف خمسمية. ناقص واي واحد الف. تربيع زائد. اثنين اي تمامية. هاي الف. ناقص. ناقص تمامية. ما رح تفرق معي ناقص لش حضرت تمامية والف. عشان فيني تربيع. يعني هي تمامية ناقص الف. ليش مثلا. ليش محضرت تمامية خلاص ما رح تفرق معي مدام في تربيع فوق عندي. ما بيفرق معي. اذا طول بي سي المسافة. هي بي سي كم تساوي. تحت الجدر تطلع معي بي سي. خمسمية والثلاثين بوينت. خمسمية وستاشر متر. طيب عرفت طول هاي القطعة. جميل. انا هيك عرفت طول هاي القطعة. بدي اعرف طول بي سي. ليش دعرف طول بي سي. بمكانة اعرف طول بي سي كيف. حكي انا معي. زاويتين والضلع بقدر احسب عن طريق هاي. طيب. فبا اجيب اقول له. ساين. السبين. على. ايش المقابل لها هاي. هاي المقابل لها. بي اي. يساوي. هالضلع تستفيد منه. هاي. ساين. الخمسين على بي سي. خمسة ثلاثة ثمانية. بوينت خمسة واحد ستة. ضرب تبادلي. اذا هذا فقط للاستفادة. يعني املي الحج الثاني. منه بي اي. تساوي. ما قديش اندي. ستمية ستة وستين. بوينت خمسة ثمانية. تمانية. متر. حاجة اوجد ايش. بي اي. طيب. اجد ضلع بي اي. انا المنطوب عندي في السؤال. الاحداثيات. احداثيات يعني بدي اكس واي. احداثيات بدي اكس واي. مايه هذا الطول. نتذكر سنحن المتجهات بفيزياء واحد. انه بقدر احلل. مايه زاوية. بقدر اطلع احداثي هاد. والاحداثي هاد. كيف. كوساين الفكتور هاد. وكوساين الفكتور هاد. يعني صفة. يعني سؤال شامل. هاد سؤال عندي شامل. هاي هيك عندي. هاي ستين. والمسافة هاي. مايه قديش. مية وستين خمسة بوينت ثمانية ثمانية. طيب. فبعجي بقول له بدي احداثيات الاكس. دلتا اكس. دلتا اكس. شو تساوي. ساين. الستين. في. الطول هذا الطلع. ستمية وستين بوينت. خمسة ثمانية ثمانية. ودلتا واي. له. هاي زاوية الثانية. المقابل لها. ستكون. اسفان كوساين. دلتا اكس كوساين. ها راح تكون. ستمية وستين بوينت. خمسة ثمانية. ثمانية. في. ساين الزاوية. اللي هي ستين. الجواب راح تطلع. هنا عندي. ثلاثمية. ثلاث. ثلاث. ثلاثين. بوينت. اتنين. تسع. اربعة. هالجواب. خمسة. سبعة. اتنين. بوينت. سفر. ثمانية. ست. هاي هيك انا اوجد. احداثيات من هاي النقطة فقط. احداثيات من وين. من هاي النقطة. يعني بس هذا الفكتور حللته. اكس. واي. طيب. اينا حكينا ايه. دائما انا عندي نقطة مرجع. نيجي دائما نتطلع على السؤال اذا عندي احداثيات. على اساس انه في اندي مستوى ديكارتي. ها. افرض انت لحالك انه عندها هيك مستوى ديكارتي. يعني مثلا هان الف بالف يعني الف على الاكس والف على الواي. هان عندي مثلا هان ثمانية على الواي. والف خمسمية على الاكس. تمام? بدي النقطة ايه? انا شو اوجدت هان? اوجدت. بس البعد من هاي النقطة لحان فقط. من هان لحان فقط لا غير. ووجدت البعد من هاي النقطة لحان فقط لا غير. انا بدي احداثيات كاتوتر. بدي ايام الاساس يكون على الاكس والواي. على اساس المستوى الدكارتي اللي عندي. فبعجي بحكي. احداثيات ايه? تساوي. انا بلشت من هالنقطة. هاي النقطة. كم على الاكس زادت? ايه مبينة زيادة. هاي هي كم هالاكس موجب زيادة. كم زادت? اذا هي الف. زائد كم حكمت الاساس عندي حكمة الاساس عندها. ايه لازال واي. كم زادت? او كم زادت? زائد سبعة تنين بوينة ثمانية ستة. منه الاي تساوي 1330.294.15172.086 هاي هاي كهو جديد الاحداثيات فكرته فكرة بسيطة بس انك تكون عارف شوية اساسات في الرياضيات حكينا الاساس الاول اللي بدي اعرفه مع زاوية ثان وضلة بقدر اجد على هذا القانون مع ضل عين وزاوية بقدر اجد باقي المضلاء الاضلاء والزوايا على هذا القانون خلصنا مع احداثيات بقدر اجد طول قطعة مستقيمة عن طريق الاحداثيات تمام هاي خلصنا الموضوع عرفت احداثيات ومع زاوية بطلع طول ضلع الطول الضلع المشترك اللي بدي اياه جميل مع زاوية وفكتور المتجة المتجة دحللوا اكس واي على الاكسات وعالواي طيب كده دحللوا على الاكس كوسين مع الزاوية وسين الزاوية والسين على الواي هيطلع عد قيمة الاكس والواي من وين من هايこのقطة انا بديشيها من هاي النقطة بديها على الشكل الديكارتي كامل من شكل الديكارتي كامل كيف بجدها بحكي بضيفة لهذا النقطة العحداثات هاي النقطة علشان هي نقطة الانطلاقة كانت عندي من النقطة بي من خلال لهذا الشكل اودنت ا احداثيات النقطة هيك منكم خلصنا موضوع المساحات بشكل كامل منتظمة غير منتظمة غالبا بيهتم في مساحة المساحات المثلث بشكل عام نهتم بيهتم في الامتحان المهندس بيهتم في سيمسون في ويدل يعني مواضيع بسيطة وعلاماتها سهل تجيب علامات من هاي الاسئلة يعطيكم العافية